الحرب في السودان ليست فقط قتلى وجرحة ومهجرون ودمار في البنية التحتية الحرب انهيار لكل المجالات بما فيها المنظومة الصحية التي تناضي لتقديم أمكان من خدمات مع تفشي موجة أوبئة وأمراض في البلاد أبرزها الكوليرا والتهاب ملتحمة العين والتهاب الجلد البكتيري المعروف بالجرب فضلا عن الأمراض المستوطنة مثل الحميات النسفية والدرن والتهاب الكبد وغيره هذا عدا عن أمراض الأطفال مثل شلل الأطفال والحصبة وغيرها ومع استمرار الحرب منذ أكثر من عام فإن عمليات الرصد والتقصي للأوبئة تشكل تحديا أمام الهيئات الصحية بعد خروج عشر ولايات على دائرة الرصد الوبائي إما كليا أو جزئيا الأمر الذي يصعب مراقبة الوضع الصحي بدقة أو يصعبه في البلاد أو حتى الوقاية من التهديدات المستجدة كجدري القرود مثلا الذي تتعذر المعرفة بوصوله إلى البلاد من عدمه خاصة مع رصده في بعض دول جوار السودان وافقا لمنظمة الصحة العالمية فإن غياب البيانات الصحية يعني تدهور الوضع الصحي وتفشي الأمراض والأوبئة النسب الأكبر تسجل في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع بسبب خروج العديد من المنشآت الصحية عن الخدمة وتناقص حملات التطعيم وصعوبة التنصيق بين أجهزة الدعم السريع والأجهزة الحكومية وافق وزارة الصحة السودانية دارفور مثال على ذلك إذ تواجه تحديات صحية جمع بين انهيار المنظومة الصحية هناك وغياب دور وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الدولية المعنية بالقطاع الصحي